السلام عليكم اليوم إن شاء الله راح نشرح محاضرة تطبيقات الصوت بالطب نحن بشكل عام هو طريقة رئيسية للتواصل أغلب تواصل مالتنا راح يكون عن طريق الصوت والكلام جاي حاجة عن الخصائص العامة للصوت الصوت هو يعتبر نوع من الموجات أنت جي تعرف الصوت تقول أنه هو موجة هو موجة شنو من موجة هو؟ هو عبارة عن اضطراب ميكانيكي ميكانيكي يعني يخلفت شيء تحرك تمام؟ حركة أو حرارة نعم هو يسأل حركة اضطراب وين؟ راح يصير أما بالغاز أو بالليكود أو بالسولد طبعا يصير بالجزيئات مال الغاز أو السائل أو المادة الصليبة اللي بحينتقل من مصدر الصوت السماعة الحنجر أمالتك جهاز توليد صوت من أي نوع إلى باتجاه معين بـ Definite Velocity فتسرعة معينة تمام؟ الزيارة أو الموجات الصوتية هي عبارة عن فتشيء اسمه موجات طولية لنقوم بمتعارة في المتعارة أن الضغط ليش سموها طولية؟ لأن الضغط يتغير بنفس اتجاه سفر أو انتقال الموجة حسنا سوف نجي نفهمكم هذا الشيء هذه التذبذوبات اللي رح تسوينا مكاني ازدياد أو نقصان بالضغط اللي هو هذا نفسه نقول لك أماكن يصير به ازدياد الأماكن يصير بها نقصان بالضغط ماشي relative to the atmospheric brush طبعا هو ازدياد ونقصان منتجة قارنها بالأتموسفيرة كbrush the brush increase called compressions الأماكن اللي رح يزداد بها الضغط رح نسميها تضاغطات compressions والأماكن اللي يقل بها الضغط رح نسميها ratifections أو تخلخلات تمام؟ خلنا نجي نشوف ال next figure شو هسا أنت هذا مصدر للصوت تمام؟ يجيت ولدت صوت الصوت رح شي يسوي رح يجي يسوي اضطرابات اضطرابات بنوعين بالجزيئات ما للهواء مثلنا هنا الهواء أماكن يقل بها الضغط تتباعد بها الجزيئات يسموها rarefections تمام؟ وأماكن تتجمع بها ويزداد بها الضغط شي يسموها compressions ما شو فاسه هذا الضغط هذا شوف الضغط يزداد بال compression يقل بال rarefections يزداد بال compression يقل بال rarefections بالنسبة المن بالنسبة لهذا النص ما للأثناء اللي هو الأتموسفير والانتقال ما لتيصير بهذه الجهة فهذا فيديو يبين لك الصوت شلون انتقل شوف هاي الحامرة أنت عن مدلن عيونك ما رح تركز هاي الحامرة تتمثل نقطة من النقاط السود اللي هنا ذني منها ذني فذني جزيئات الهواء باعش لون شنو معنى أنه هي longitudinal طبعا ولا يسموها longitudinal لأن الضوء والإلكتروماغنتيك البقية الكهروماغناطيسية يسموها مستعرضة تمام؟ شوف انتبه شوف شوف ده تيجي تتجمع وتتخلخل تتجمع وتتخلخل شوف وهايا ما تنتقل منا إلى هنا أنا لا تنتقل تسوي تجمعات وتتخلخل شوف الاتجاه مالتها الاتجاه مالتها بنفس بنفس اتجاه سير الموجة لسي الموجة هي جدا تنتقل تمام؟ والتضاغطات والتخل همدة تنتقل هيجي ماشي؟ شنو فرقة عن المستعرضة؟ فرقة عن المستعرضة انو هديجي لا راح تصير عامودية الانتقال مالتها هيجي راح يصير تمام؟ مثل هاي طبعا هذا رسم بياني يعني هذا انت خوم وكل واحد قللك رسم لي موجة الصوت تجي ترسم لنقاط مثل هاي لا يرسموا بشكل يعني بشكل توضيه هاي 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 اماكن التضاغطات هاي اماكن التضاغطات شوف اماكن التضاغطات يرتفع بها البرشور اماكن التضاغطات يقلب بها البرشور وهكذا ماشي؟ مزيد الريلاشنشيب الريلاشنشيب between the frequency of vibration of the sound wave والwavelength and the velocity of the sound is ان السرعة تساوي لامدا اللي هي الطول الموجي في F اللي هو frequency frequency او التردد ماشي هاي سرعة السرعة frequency frequency هو شنو؟ frequency معناه تردد معناه تردد frequency بالحقيقة هو معناه عدد عدد الحوادث اللي تصير خلال وحدة الزمن يعني مثلا انا قلت لك انا اتنفست مرتين بالثاني معناها شنو؟ معناها frequency او تردد التنفس مالتي هو ثنيا تمام؟ قلت لك اتنفست مرة وحدة بالثاني معناها frequency مالت تنفس مالتي هو واحد زين بالموجات شنو؟ عدد عدد الاطوال الموجية طول الموج هو شنو؟ هو المسافة بين قمتين او قعرين تمام؟ هذا مو compression ب compression هاي المسافة مننا الى هنا هيسموها wavelength تمام؟ wavelength length او المسافة يعني هي نفسها او المسافة بين rarefaction و rarefaction تمام؟ يسموها قمم او قعر ماشي؟ bottom او tops اوكي؟ زين فانت اشقد عندك اطوال موجية اشقد عندك اطوال موجية بالثانية يعني مثلا شوف لهاي الصورة شوف هسا هذا هسا هاي الاطوال الموجية مو صحيح هذا طول موجية هذا اثنين هذا ثلاثة مثلا انت اخذ لي هاي اخذ لي هاي ماشي واعتبرها ثانية واحدة على فرضا انه هاي ثانية واحدة شوف هذا اشقد كم طول موجي بي ثلاثة في حين هذا اشقد كم طول موجي بي بس واحد ماشي هذا معنى الfrequency هذا يسمو اعلى frequency اعلى من هذا ليش؟ لان هذا شوف الfrequency ما لتعلى هذا ثلاثة بي اطوال موجية اكثر في حين هذا بي اطوال موجية اقل زين شنو اللي يحدد الفريكوينسي بالضبط طول الموجي هذا لان طول الموجي ما لتصغير لان طول الموجي ما لتصغير صار عندك عدد اكبر بالثانية الواحدة في حين هنا لان طول الموجي كبير صار عندك تردد يعني تردد واحد بالثانية الواحدة طبعا يعني هو ما فايت بهاي التفاصيل بس أنا عنود يعني انفهمكم شنو معنى طول موجي وشنو معنى فريكوانسي ماشي زين شنو تأثير الفريكوانسي على الصوت الأصوات الحادة الأصوات الحادة مثلا صوت المرأة صوت مثلا العصافير صوت الصفير هذا يسمو فريكوانسي عالي طول الموجي مالتعالي في حين صوت الرجل مثلا أو الأصوات اللي تكون يعني عريضة تتعلم شن زئير الأسد هاي السوالف هاي يكون الفريكوانسي مالتعالي فهذا تأثير الفريكوانسي على الصوت مثلا شنو تعرفت شي فريكوانسي مالتعالي تقول أنه الصوت مالتحاد وكل ما كان الصوت مالتعاليضة أكثر تتتهمون شي يعني عريضة توقع هذا الفريكوانسي مالتقليل فالفريكوانسي شنو ينقاز ينقاز أن السرعة مال الصوت من تعرف السرعة مال الصوت وتعرف القول الموجي راح تقدر تعرف الفريقونسي وبالعكس يعني كل ما تعرف اثنين كل ما راح تعرف الثالث باستعمال هذا القانون ماشي طبعا شوف ال-f ويلمده بنفس الاتجاه إذن التناسب بيناتهم يكون عكسي التناسب بيناتهم عكسي وهذا شفنا قلنا أنه كل ما يطول الطول الموجه كل ما يقل الفريقونسي كل ما يقل الطول الموجه كل ما يزداد الفريقونسي جاي هنا أنا أعطيك مثال يقول لك أنه أجد سرعة الصوت ماشي اللي يكون تردده ألف هيرتز طبعا بالهواء بدرجة حرارة عشرين أنا معلومة مهمة إذا الوافلينك إز بوينت ثلاثة أربعة أربعة متر ماشي أربعة أربعة متر طبعا بهاي بهاي المسألة أنت أهم شي أنه هذا تطلع بالمتر تمام لأن أنت السرعة راح تطلعها بالمتر وإذا عندك فتشي مو بالثاني هتحولها للثاني أوكي بس هنا أنا هو ما نعطيك يعني هاي في حال كان يريد الفريقونسي ونطاق فلوسيتي مو بالثاني هتحولها للثاني يعني هو بس نعطيكم هذا المثال بس عمد أفهمكم مش الأشياء المهمة وبهاي المسألة تمام فهذا عندنا بالمتر تمام هذا عندنا ألف هيرتز تمام أجي أقول أنه الفي اللي هي السرعة اللي أنا أريد أطلعها يساوي أنه لمدة أف ويساوي أنه بوينت ثلاثة أربعة أربعة في عشرة أستثلاثة اللي هي ألف يعني وراح يطلع عني ثلاثة أربعة أربعة أربعين متر بالثاني إزاي جاء الحاجة هنا عن الديسيبول 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 هو الكمان يونيت هو الوحدة الشائعة على المودة نقيس يعني ضغط أو شدة الصوت ماشي يعني باشرة أنت من تجي تريد تجي تريد تشوف أنه هاي الموجة الصوتية بها شدة يعني طاقة أو برشر عالي راح تعرفه عن طريق الديسيبول كل ما ازدادت يعني مثل أنه فتشي مية وعشرين ديسيبول هذا أقوى من فتشي عشرين ديسيبول بتفهم شون صوت ضغط أعلى وبشدة أعلى ماشي زين هذا بالنسبة للديسيبول طبعاً هو ماذا يفوت لكم التفاصيل الاудиابل ساوند رينج الاудиابل ساوند رينج احنا توا مو قلنا أنه أكو فتشي اسمه تردد الصوت وتردد الصوت عرفنا أنه الشي اللي راح يأثر على حدة الصوت لكن بالحقيقة احنا ما نقدر نسمع ترددات الأصوات كلها الاудиابل ساوند او الصوت المسموع هاي كل الأصوات اللي نقدر نسمعها تقريباً ديفايد از عشرين هيرتز الى عشرين ميجا هيرتز او عشرين ألف هيرتز العفو مو ميجا كيلو هيرتز كيلو هيرتز تمام؟ يعني احنا نقدر نسمع الأصوات اللي يكون ترددها من عشرين الى عشرين ألف هيرتز جوو العشرين فوق العشرين ألف ما نقدر نسمعها ماشي؟ زي يقول لك a few people can hear over this entire range يعني يقول لك ناس قليلين أصلاً يقدرون يسمعون من العشرين إلى عشرين ألف حتى الالدر بيبل هذن الأشياء اللي جوو العشر تالاف ما يقدرون يسمعون بس من عشر تالاف إلى عشرين ألف لكن عموماً للإنسان الطبيعي اللي ما عنده شي يقدر اسمعون من عشرين إلى عشرين ألف هيرتز ماشي؟ زي طبعاً اللي تحت العشرين شو راح يسموه راح يسموه انفرا ساوند انفرا تحت ساوند صوتي أشعة تحت الصوتية ماشي؟ اللي تكون يعني sound frequencies الصوت اللي تكون تردداته أقل normal hearing range أقل من المدى المسموع أو أقل من عشرين هيرتز ماشيو هاي طبعاً وين موجود هاي الحيوانات إذا سامعين الدلافين يقلك حيوان يعني شون تتواصل بال بالأشعة تحت الصوتية هي تستعملها يعني يعني من أنواع الانفرا ساوند أو الموجودة بالطبيعة تتواصل باي ناشرال فنومنا لايك أرث كويك ويز أند أتموسفير كورش رشي جوامن يعني ممكن من اللي يسويها تسويها الظواهر طبيعية مثلاً الهزات الأرضية ماشي حيث والتغيرات اللي تصير بالضغط الجوي زين الألترا ساوند بالعكس الألترا ساوند بالعكس الألترا ساوند ألترا فوق ساوند صوت فاشعة فوق الصوتية ماشي اللي هي اللي تكون ترددات فوق العشرين كيلو هيرتز تكون ترددات مالته فوق العشرين ألف اللي هو المداء اللي يعني نقدر نسمعها فوقها يسموها ألتراساوند والألتراساوند اللي تستعمل طبياً بعض الإختصاصات اللي هي السونار السونار يعني أداة كلش 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 مهمة بالطب تقريباً بأغلب البرانشات بأغلب الفروع ما للطب دائماً يستعملون السونار والأشهر أشهر شيء هو اللي يستعملوها طباء النسائية والتوليد ماشي فالألتراساوند كلش مهمة كلش كلش مهمة بالطب طبعاً الألتراساوند يستعمل بالألتراسونيك إيميجينج يستعمل بالتصوير الفوق الصوتي للجسم ماشي يستعمل بواسطة أبستاتريشنز معناها دكتور سوليد ماشي عالمود يفحص الأمبورن أمبورن يعني بعدها ما مولود بعدها ببطنم ما تشايد الطفل اللي بعده ببطنم تنطي معلومات أكثر من الأشعة السينية وطبعاً تكون خطورتها أقل على ألف تستخيل أنت تنطي أشعة السينية عالمود تشوف الطفل أشعة السينية يعني خطرة خطرة كلش على الخلايا الجنين اللي بعدها تنقسم وهاي ممكن تساوي به سرطانات وهاي سوالف فالألترا ساوند آمن آمن كلش هو اللي يستعملوها طباء التوليد نجي نحكي عن الشدة شدة شدة الموجة الصوتية الشدة هنا هي معناها علو الصوت الشيء كل ما أزدادت الشدة مالته كل ما أزداد العلو مالته يعني الهمس مثلاً أنا أقول أن أصصتي أو أعلي هذا الشدة صارت أعلى أو أنصت أمام فهذا معناه الانتنسيتي هذا تأثيرها على الصوت إزيان إنيرجي وشنوى الانتنسيتي هي الطاقة الإنرجي بالجول اللي راح تنشال يعني محمولة بواسطة الموجة طبعاً هي كفتشي متحرك راح يصور عنده كاينتك طاقة حركية أو طاقة كاملة وهذا الشي شرحناه بالسي في اس شنية الطاقة الحركية وشنية الطاقة الكاملة ماشي الانتنسيتي أوف الساوند وي اس دا اس دا انرجي تمام اس دا انرجي باسنغ ثرو واحد متر مربح بالثانية الواحدة حسا الصوت عرفنا أنه هو طاقة الانتنسيتي هي شنية هي الطاقة اللي راح تعبر خلال واحد متر خلال وحدة مساحة بثانية معينة تمام أو واط أو واط وحدة الباور أو وحدة القدرة بير سيكور ميتر طبعا الوحدة مالتها هي البيل أو الديسيبيل والوحدة الرئيسية هي البيل بس البيل لين وحدة شبيرة استعملوا الديسيبيل ديسي معناها جزء من عشرة فالديسيبيل هو يساوي أنه يعني الواحد ديسيبيل سأمنا عشرة ديسيبيل طبعا هنا أنا شون تحولت إلى واط شوف هو جول وحدة الطاقة وقال انرجي على شنو تعبر على وحدة المساحة خلال ثانية واحدة بما أنه جول على الثانية هو واط فهذا صار واط على متر تربية تمام يعني أنا بس عم تشوف شون تحولت أوكي فهذه هي الانتنسيتي طبعا هي هاي الوحدة يحولوها للديسيبيل بقانون يعني باللوغ وهي بس وهي شو ما ما اضطرق لكم يعني غلبية الكلية تضطرقون لها بس أحسن لكم أصلا ما اضطاقة لها إذن فور هييرنك تيست علمود اختبار الصوت إتس كومفينيينت يقول لك يعني من المناسب أنه يستعملون فد ريفرنس فد مصدر مال صوت انتنسيتي يعني مع شدة الصوت أو طبعا براشر اللي قلنا شي اسم يعني الانتنسيتي تتناسب للضغط صورة معينة يعني هنا شنو معناها طبعا باختبار السمع باختبار السمع يجون يستعملون فد مصدر معين أو فد مرجع معين اللي هو أقل صوت ممكن يسمع الإنسان أقل صوت ممكن يسمع الإنسان ماشي أقل شدة صوت ممكن يسمع الإنسان يعني أنا مثلا نسج قد أقدر أنصص صوتي بحيث ما أقدر أسمع الصوت يتنص الصوت إلى حد الانتنسيتي تكون عشرة السالب 16 واط بالسنتيمتر المربع تمام هذا هذا طبعا عشرة السالب 12 واط بالمتر المربع ماشي إنه يقول لك إن الإنسان الطبيعي يقدر يسمع هذا أنت شقد تقدر تسمع لحد شقد يعني يقول لحد عشرة مثلا السالب 2 فيشوفون شقد الفرق يفيدهم بالدراسات أوكي زين طبعا هاي هي عشرة السالب 12 يعني ومن تتحول إلى ال من تتحول إلى ال ديسبل رايطلع لك صفر ديسبل تمام قلت لكم القانون اللي يحول إلى الديسبل هو ما نعطيكم إياه زين أكثر صوت أكثر صوت أكثر شدة صوت ممكن يسمع ممكن تسمع الأذن البشرية بدون ألم هي تقريبا 120 ديسبل تقريبا 120 ديسبل أوكي من يوصل 120 ديسبل يعني تبدو الواحد إذا أنا توجع وبسي على شوية النوب طبنة الأذن أوكي فأنا أنا نعطيك الإنتنس مع الساوند ويف أوكي فإذا يقول لك أنه شدة الصوت يعني من تكون الطاقة اللي يحملها الصوت فوق 160 ديسبل هذا ممكن نسوي إير درام إير درام إير أذن درام طابلة طابلة الأذن إنه تقطق ما شيف فأنت شوف هذا يعني هذا الحد اللي هو أقل صوت ممكن تسمع أوكي اللي هو صفر ديسبل يعني حفيف الأوراق شوف يعني صوت خفيف كلش مصحح شوف الشدة ما لتها تقربا 10 ديسبل وسبر اللي هو واحد الشاور واحد 20 ديسبل إلى أن توصل هنا المية وثلاثين والمية وعشرين الشي اسمه المية وعشرين الحد مال بين مال تك بس هنا أنا مخلي على لهذا فهن أنا يقول لك أنه حد الوجع هنا تبدأ توجع من ترجع من تقلع الطيارة صوت الطيارة الحربية في حال أنت كنت بصافها رح يوصل تقريبا 140 ماشي من يوصل 160 طيقة إذنك طيقة الطابلة مال إذنك جاي هنا حاج لكم عن فتشي اسمه أوكستيك معناها صوتي تمام مصطلح معناها صوتي معناها مطاوعة أو مقاوم قبل من نشوف من شنو تنحسب هي المقاومة مقاومة المادة أنه يعبر الصوت خلاله تمام مقاومة المادة أنه يعبر الصوت خلاله يعني الصوت بالحقيقة هنا أنا ورا سبقكم يا هشو الصوت من ينتقل من مادة إلى مادة أخرى الممانعة الصوتية مالتهم تختلف راح يصير بي رفلكشن راح يصير بي انعكاس يعني يفوت من نانا يعكس يراجع ما شو جزء ومن عنده يعبر كمية الجزء العابر وكمية الجزء اللي انعكس يعتمد على الفرق بالمقاومة الصوتية يعني نانا إذا فاتش مقاومة الصوتية مالت عالي ما راح يخلي يعبر نطيكم مثال الجدار الحاية طيس انت قاعد بغرفة والغرفة اللي بصفة ليش انت من تسولف بالغرفة مالتك ما حد راح يعكس جميع الصوت اللي يضرب ماشي لش لان المقاومة الصوتية مالت عالية اوكي يعني هاي بس كفكرة عام عن من تفتهمون شنية الاوكستيك امبيدنس لانه اذا يحتي بدون مقدمات ازيان القانون ما الاوكستيك امبيدنس شي تقول تقول انه مثلا بالنسبة للحاية او بالنسبة لأي شي راح المقاومة الصوتية راح تساوي انه كثافة هاي المادة بسرعة الصوت به المادة تمام زيان ويرطبعا الرو اللي هي الكثافة density of the medium where the sound transfer through it وانتبه للمالتك الوحدات كيلوغرام على متر مكعب و V اللي هي السرعة ماشي سرعة الصوت بهذا الميديم فهنا نشوف جاي مقارن لك شوف الهواء الهواء من يعني تجي الكثافة مالتك هو 1.29 السرعة الصوت به 3.31 بس شوف المقاوم مالتك 430 بس في حين باع الماء معناها انه الماء شوف الكثافة مالتك جيد وسرعة الصوت بي جيد طبعا كل اعلى فشوف المقاوم مالتك جيد فانت تتخيل انه الصوت ينتقل من الهواء الى الماء شوف الفرق شوف الفرق فاغلبها راح ينعكس جزء قليل بس راح يعبر و يعني بالنسبة البقية الام في لنفس الشي طبعا اقوى واحد واكثر واحد هو البون البون شوف المقام الصوت يامالتك كلش عالي زين نجي نحكي عن الاتينواشن اضعاف الالترا ساوند ويف او اي ويف الامانة يعني مو بس الالترا ساوند ويف مو بس الاشعة فوق الصوتية وطبعا انا لاش قال لك اشعة فوق الصوتية لان انت باشر من تجي تستعمل السونار وتفوت اشعة فوق الصوتية لتجسم راح تريد تعرف اش قد صار باضعاف ماشي زين يقول لك انه من موجة الصوت من تنتقل من نسيج there is some loss on the energy due to the fractional effect من قوة احتكاك قوة احتكاك فاقوة الاحتكاك راح اضعف الصوت طبعا يقول لك The absorption of energy in the tissue causes reduction in the amplitude of the sound wave طبعا احتكاك والامتصاص اللي راح يصير همين راح تمتص طاقة الصوت هاي الجزيئات مع هذا النسيج أو هذا الوسط اللي راح تنتقل به الصوت وطبعا هذا راح يقلل من the amplitude of the sound The amplitude معناها سعة السعة هي هاي يا شباب The A هي هاي شوف يعني انت اكو مثلا موجات هاي السعة مالتها تكون اكبر هاي جي تكون تمام هاي جي تكون اعلى تمام هاي اهم انفتشي يعني موجود بقانون للإنتينسيتي بقانون الشدة الشدة الصوتية ماشي هاي يسموها السعة سعة الصوت تمام زين هاي السعة راح اتقل هاي السعة دعنا نرجع نسلايد هاي السعة راح اتقل كل ما فات داخل الصوت داخل الجسم اكثر تمام زين الالترا ساوند ويف امبليتو اذا ديبث اكس سانتيمتر انذا ميديم از ريليتد تو انيشال امبليتو زين هذا جي قاعد يسول فشوف يقول لك انه هاي انا عندي هاي موجة صوت تمام هاي موجة صوت موجة الصوت اهنانة ديبث صفر يعني العمق صفر يعني هنا انا بعدها ما فايتة عمق بالجسم تمام هنانة ال هاس يساوي سفر يعني العمق سفر تمام هنانة الامبليتو ما لتة تكون انيشال تكون بداية يعني ما ناقص من عدا nhiềuشwatch مو صحيح هاي الامبليتود ما لتة انيشال اما هي نوت هاي zero ماشي زين اشلون اقدر اه اشلون اقدر احرف انه كل ما فات جوه عمق معين كل ما فات جوه عمق معين شقد راح يالله الامبليتو طبعا هاي بشنو بواي بواسطة يسموه معادلة الأس تمام هذا يسموه الأسي معادلة أسية يشي تقول أنه الأي أنه الأمبليتود مثلا هنا مثلا هذا عبر فات الدبث معين الأمبليتود بهاي النقطة الأي بهاي النقطة يساوي أن الأي الأولى الأي اللي كانت الأصلية اللي ما كانت ضعيفة اللي ما صار بها أي أضعاف في E E هاي قيمة ثابتة اللي هي 2.7 تذكروها باللن الطبيعي ماشي مرفوعة للأس سالب ألفة ألفة هذا معامل الامتصاص هاي يختلف باختلاف المادة هذا معطي بالسؤال في X بالدبث يعني مثلا هنا أنا أقول لك فتت ثلاثة سنتيمتر تمام ثلاثة سنتيمتر فهاي قيمة X هنا أوكي فالأي رح يساوي أن الأي الأولى في E اللي هي قيمة ثابتة مرفوعة للأس سالب ألفة اللي هذا معطى بالسؤال في X اللي هو اشقد الدبث اللي أنا طبيت طبينا لهنا هنا أصار الدبث خمسة سنتيمتر وهكذا تهمنا؟ زياد طبعاً الوحدة ماتة وسنتمتر وسائل واحد مفتش مهم معامل الامتصاص للمادة طبعاً يعطى يعني كل ما تغيّع يعني هو مفت قيمة ثابتة ثابتة يعني مثلاً الألف هيرتز يختلف معامل الامتصاص مالتا مثلاً بالنسبة للعظم عن الألفين هيرتز تماماً يعني يختلف باختلاف الفركوانسي همين نجي هساً نحجي عن الانتنسيتي هساً نحجينا عن الامبلوتيود طبعاً بقانون الانتنسيتي بقانون الشدة الصوتية الانتنسيتي يتناسب ويا الامبلوتيود تربيع يتناسب ويا مربع الامبلوتيود مربع الساعة ماشي بقانون طويل يعني أن الأمانة يساوي أنها توقع نصف كان زت أوميغا أي تربيع ماشي طبعاً هاي اثنين هاي تربيع أوكي فشوف الانتنسيتي يتناسب ويا الامبلوتيود بالتربيع هنا هاي تبس كتبت لكم إياها يعني تفتهمون أنه شون جت التربيع أوكي فالانتنسيتي يتناسب ويا مربع الامبلوتيود فهذا القانون مالتنا هذا القانون مالتنا الفوغمان راح شي يصير 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 آي يساوي أنه آي نوت يعني نفس الحاجة أنه الشدة خلال عمق معين تساوي أنه الشدة الأصلية في إي اللي هي القيمة الثابتة للأسالب هنا نشوف ماكو اثنين هنا نخلينا اثنين ليش نتناسب ويا المربع اثنين ألفا أكس ونفس الشي ماشي وير آي نوت هي الانسيدنس يعني الساقطة يعني هي أول ما سقطت على الجسم المعين تمام قلنا قبل ما تعبر للعضلات قات اكس صفر من يكون الديبث صفر والآي الديبث اكس والآي اللي أنا أريد أطلعها هي إشقد شدة الصوت بالعمق المعين اللي أنا إذا أحس به من الابزوربر الابزوربر يعني هو التشيو ماشي المعدة اللي انتصف سنس دي ابزورشن كوفيشن دي ستو ألفا دي انتنسيتي دي كريز مور رابدلي دان أمبليتيود ويذ ديف اهناني شوف بما أنه اثنين ألفا والأسالب إذن الانتنسيتي راح تضعف أسرع ماشي من الأمبليتيود من الأي اللي تكون أس بس سالب واحد مو سالب اثنين ماشي ويا الدفث ويا الدفث وطبعاً هنا أنا شوف يعني ناطيك فد قيم ثابته مثلاً أنه المسلز من يكون الفريقونسي مالتها مليون واحد ميجا هيرتز شوفش قد الألفا مات اللي هو بوينت تلتعش ماشي والفات نفس الحالة والبراين هم يشوف شون يعني يتغير يتغير ماشي طبعاً البون شوف أعلى واحد بوينت أربعة في هنداني واحد واحد وهذا الصفر ازيان هنا أنا نعطيكم مثال قال لك an example what is the attenuation إشقد التضعيف ماشي إشقد التضعيف اللي راح يصير بساود انتنسيتي إن 15 سنتيمتر أوف براين تيشو ماشي زي اهنانا من قل لك يشقد التنواشن هو ما نعطيك كمية يعني أنت هنا الثاني هو آي يساوي إني آي نوت مصحيح إي والسالب اثنين ألفا أكس أوكي زي هنا أنا أنا لو نعطيني آي نوت أقدر أطلع قيمة آي بظبط ماشي أقدر أطلع قيمة آي بظبط بس بما أنه ما نعطيها راح أطلع لنسبة يعني أقول لأنه الآي على هايا بس أنزلها جو على آي نوت وهذا القانون صار تمام أطلع لنسبة وطبعا أحلها هذا هذا اثنين بوينت سابعة هذا أنتوا تحفظو للأس سالب اثنين في بوينت اهداعش بوينت اهداعش ليش أخذ بوينت اهداعش لأن ما ما البرين تيشو سرع تشوفو فوق بالجدول خمسطعش اللي هو شنوه الأكس اللي هو العمق ماشي يعني هو هنا نشوفه الصار هنا أنت عندك هذا برين اعتبر هذا برين ماشي اجدت موجة صوتية هنا نشقد الشد دمالتها الشد دمالتها آي عبرت خمسطعش سنتيمتر بالدماغ هنا خمسطعش سنتيمتر بالدماغ الشد دمالتها ضعفت هنا آي نوت الشدة مالتها ضعفة شقد صارت صارت i يريد يشوف انه i هنا شقد بالنسبة للinote ماشي فيجى حسابها طلعت 037 ماشي نشوف ضعفة كلش يعني الi تقريبا 37 بالالف من الinote ماشي يعني ضعفة كلش ازيان توقع يعني واضح هذا المثال صار طلع نسبة مو طلع قيمة مطلقة للآي ازيان طبعا حاجكم هنا عن فتشي اسمه بيركاشن 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 من تجي ترجمها معناها فرع البييركاشن هاي طبعا من يعني من المهارات السريرية اللي انت راح تستعملها بالفحص المرض تمام البييركاشن هو انه شنو انت شوف تجي تخلي اصبعك البنص هذا تخلي على الاماكن اللي بين الاضلع ماشي وتجي باصبعك هذا الثاني بما الايد الثاني يطق عليه شلون طبل وتضرب على يعني شلون عصمات طبل تضرب على طبل ماشي ازيان طبعا هو هذا يعني فحص كلش مزعج للبنات لان لازم يقصون اظافيرهم بصلا البنات مقويات بما لليش المهم يعني هاي حتى تبخليها ظافر ما دو شون قاد تضرب اوكي البييركاشن هو نوع من القرع ماشي طبعا هو هذا جابوه منفحص جابوه وفد شي بمي يعني فد سطلة بيها مي جابوه فد فد سطلة او طاسع بيها مي تمام وصطلة اخرى بيها هوا وخلوا فوقها مثل مثل الغشاء ما للطبل اذا شايفي تمام اجوه طرقه وشافوا انه هنانا منتنطرق على هذا الطبل اللي بي ماي راح يطلع لك صوت ما بي ونه في حين اللي علي هواء راح يطلع لك صوت بي ونه ماشي فقاله وإحنا نستعمل الجلد كهذا الغشاء ونجي نقوم نقرع حلمودي نشوف شنو موجود جوه ماشي زيان هسا هاي فهمنا دو تدر 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 ديترماين عمودي نحدد شنو موجود جوه and it is used in clinical examination بالفحص السريري تؤسس the condition of the thorax and abdomen عمودي نجي نشوف شنو الوضع بال thorax والأبدومن شنو الوضع بال thorax والصدر والأبدومن تمام هسا هنا نشوف انت اجيت بلشت تسوي بركشن هنا وهنا 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 بعدين تتعلموا اهنانا شنو موجود بالصدر بالضبط موجود لانكس اللانكس شنو بيها بيها هواء اذا انت من تقرع لازم يجيك فتصوت يسمو ريزونان ريزونانت يعني بيطنة بيطنة تمام فانت تجي تقرع 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 اكو هنا هوا اذا الموضوع يعني طبيعي انت متوقع انه يجيك هوا يجيك ريزونانت وصلت هنا انا صار عندك دلنس دل 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 معناها اكو جوه يعني صوت ما بيوانة ما بيهاي يعني يجي شون هذا دل تمام في حين هذا ريزونانت ما ادري اذا وصل الصوت لو لا انا سويتهم بيدي بس يعني ما اعرف اذا الصوت وصل دلنس شوف هنا توصل دلنس ليش هنا انا يصل دلنس بالضبط لان اهنانش عندك هنا عندك الكبد هنا عندك الليفر ماشي وتكمل وراها جو اللي بره يرجع يجيك ريزونانت اللي هو يعني الامعاء طبعا ما البطن يسموه تيمطاني كمين مو ريزونانت لان طننا اقوى بعد الصير فانت تخيل انت بلشت منها وهنانا ايجاك دلنس هنا ايجاك دلنس فانت ش تقول تقول انه هنا اكو مثلا فد التهاب لان اكو فد مي او اكو فد تليف تارس الرئة تمام فها هي فائدة البركشن انه انت حافظ انه هنا ريزونانت هنا دلنس هنا ريزونانت من يجيك هنا دلنس او يجيك هنا دلنس معناها شنو معناها انه عندك مشكلة من يجيك هنا ريزونانت معناها انه مثلا الرئة مثلا بذول خطيه جماعة السي او بي دي ذول اللي يدخنون او مثلا جماعة الاسماء جماعة الربو تنفخ عندهم الرئة كلش تتوسع يعني فالريزينت ما تكيزداد وهكذا يعني هاي الفائدة من الشسمة بس همشي تحفظوا ان الريزينت معناه انه اكو جوه هواء والدالنس معناه انه اكو جوه مي او سولد تيشو سولد تيشو نجي نحجة عالستيثوسكوب استيثوسكوب اللي هي هاي السما عمالسكم استيثوسكوب هي سيمبل هيرنج ايد ترميت الفيزيشن ارنرس توليسن تساوند ميد انسايد دو بادي طبعا يفد اداات بسيطة يستعملوها الخصائيين والممرضين عنه يسمعون الاصوات اللي يتصير داخل الجسم اللي يمنية يعني اهم شيء اللي هي القلب واللنجس ناما استيثوسكوب تشوفوا يستعملوها بالصدر ما يستعملوها بالبطن او بغير مكان دو اكتوف لسينيك تو ديس ساوند هاي العملية مال انه اجي اخلي السماعة واسمع يسموها ميديات اسكولتيشن اسكولتيشن معناه انه انت تسمع بواصلة السماعة حتى باجر مثلا من تمتحنون من تسوون فحص سريري داما نقلك اسكولتيت بركاس سوي بركاشن اسكولتيت اسمع بالسماعة هو ما راح يجي يقولك مثلا جيب السماعة وخليها واسمع لا يقولك اسكولتيت انت تفتهم انه انت لازم تسمع بواصلة الستيثوسكوب ستيثوسكوب يتكون من بيل اللي هو هاذه تمام هذا يسموه البيل ماشي البيل ممكن يكون اما كلوزد اور اوبند هذا يصير اوبند تمام هذا اوبند او كلوزد باي ثن دايفرام دايفرام معناه يعني غشاء معناه الحجاب الحاجز لا اي غشاء يفصل بين مكانين يسموه دايفرام بس هذا الغشاء الحجاب الحاجز لا يسموه دايفرام لن يفصل بين الصدر والبطن بس هو اي شيء اي شيء يفصل اي غشاء رقيق يفصل بين مكانين يسموه دايفرام اوكي دايفرام هو هذا شوف السادم غطب دايفرام لنشوف وهذا الابيض في حين هذا شوف مفتوح ما بي دايفرام ويصير بي جهتين ماشي ماشي تيوب معناها يعني انبوبة و اير بيس قطع ما الاذن اللي هاي اللي تخليها بذلك ماشي دايفرام يخفنا بهذا الاذ يطبيك بذلك يتـعبر للهواء فهذا هو الشغل الـ The skin under the open pearl behaves like a diaphragm يقول لك انه هذا اللي ما بيіїفرام هو يعتمد انه الجلد اللي يجوه اللي رح يصير مثل الدايفرام تمام قلنائنا انه هذا اللي بي هذا الدايفرام وهذا يسمم اللي of non-resonant frequency يكون بالتردد الرنيني معروف with usually high that tunes out low frequency التردد الرنيني هو شنوه هو التردد اللي رح يخلي هذا الدايفرام يذبذب أكثر شيء تمام فهو التردد الرنيني معروف عالي إذن معناها منه رح يخلي يذبذب أكثر شيء الترددات العالية فالأصوات اللي يكون تردداتها واضئة رح يصير بها tunes out رح يلغيها فأنت أي صوت تبحث عنه يكون تردد عالي أستعمل الدايفرام لماذا؟ لأن resonant frequency مالت عالي عن مدي يخفي لي بقية الأصوات أسمع بس هذا الصوت اللي أنا يدور عنه لماذا؟ The closed bell is used for listening to long sound لماذا؟ لأن التردد مالتها عالي ماشي؟ Which are a higher frequency than hard sound ماشي؟ يكون التردد مالتها أعلي شوف أن أنا هذا أحادي شي لك عن الترددات long sound التردد مالتها نصر عاليات في حين الhard sound التردد مالتها واضئة ماشي جو المية فهنا أنا أستعمل اللي closed أستعمل هال اللي بدايفرام عمود أسمع الترددات العالية ماشي؟ ماشي؟ وهذا طبعا بالعكس بالنسبة للهارت أستعمل ذاك اللي closed زين To see the typical frequency range of the hard and long sound see the figure هذا مين وقل لك Most of the hard sound are of low frequency in the region where the sensitivity of the ear is poor اللي بدايفرام بالعكس اللي بدايفرام عدها higher frequency ماشي؟ So the curve is in the threshold of hearing for good air Some of the hard sound and long sound are below this threshold يعني بيقول لك انه هذا الكير بيمثلك اللي انت ممكن تسمعها يعني من الصفر للمية وعشرين ممكن الصفر أقل شي والمية وعشرين أكثر شي فأنت شوف هذا الأصوات مع القلب واللانج وطبعا الفريقونسي مع اللانج يكون أكبر حتى لو الانتنسي مالتها بقلب ماشي؟ فهنانا نستعمل الدايفرام وهنانا نستعمل البيل ويقول لك أصلا أنه أكو أصوات يعني تكون جوة هذا الاثريش واب أصوات ما نقدر نسمعها أصلا زين طبعا يقول لك كل ما كبر البيل دايمتر كل ما كان اللورسكن رزين كل ما كبر البيل كل ما يعني هذا كل ما كان أعرض هي شي كل ما كل ما قلل الريزين الفريقونسي مع الاسكن فاس إتس باسبل يقول لك هكذا من الممكن أنه نحسن الأصوات اللي ريد نسمعها أنه نغير حجم البيل أنه نغير حجم البيل الفريقونسي وبالتالي أسمع الأصوات أحسن اللي الفريقونسي ما لتاع عالي أحسن 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 من زمان يعني يحالين الموضوع اوكي ليش عن ود ما يصير عندي فركشنلوز يعني انت تخيل عندك بورة شبيرة كلش اوكي وبورة صغير. هذا البور بمساحة شبيرة راح يصير عندي احتكاك بكل مكان اوكي فتفقد ال الالتينست الالتينست رح تنفقد ما اشي القوة ما للصوت راح تنفقد توصلنه ضعيفة ما شوفه يصير التوب مالتنا اه صغير نسبيا اوكي ومو صغير كلش بحيث ما يعبر شيء لا يعني صغير نسبياً ماشي يقول لك إذا سمال كلش إذا سمال كلش حنا صحته وقلنا أنه حنا قلنا ليش مو صغير كلش المهمة لأن أنت من سمال راح يفوت هوا قليل مقارنة بالحجم مالته راح يصير همين عندنا فراكشنال لوس عالي وإذا تشبير كلش راح يصير عندك مشكلتين فراكشنال لوس راح يزيد وكمية الهواء راح تصير كلش شبيرة بحيث أنت تخيل أنت على المدة تسوي افطراب بهذا الهواء على المدة توصل صوت احنا قلنا صوت شنو هو افطراب افطراب بالهواء مالتنا أو يعني بأي وسط فأنت تخيل يحتاج لك صوت كلش قوي ما شيفه بالتالي همين ما راح يوصل صوت يعني شنو ممكن الصوت اللي يجين من القلب اللي يسوي الاصطراب بكل هذا الهواء في حال كان التيوب صغير في حال كان التيوب صغير في حال كان التيوب صغير نسبة هواء كلش قليلة راح يقابل احتكاك كلش شبير اوكي وبالحالتين بالحالتين الايفيشنسي أو الكفاءة راح تقل فهم حاسبي ماشي حاسبي أنه يكون الطول مال تهمين طبعا طول كل ما ازداد كل ما ازداد الاحتكاك فالطول مال تحسبوه أنه بالأخير 25 سنتيمتر والدياميتر مال 2 هو 0.3 سنتيمتر